السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم حناج مصر سيد امام مدرس مساعد بقسم ادارة الاعمال كلية التجارة جامعة القاهرة معاكم في مادة ادارة الاعمال الصغيرة للفئة الرابعة القائم بالتدريس دكتورة هيند ناجيل اخذنا المرات اللي فاتت الفصول لحد الفصل الثالث كان الفصل الثالث بيتكلم على اول مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع اللي هي خاصة بيه ريادة الاعمال اللي خاصة بيه رائد الاعمال وايه الخصائص اللي موجودة فيه وهل الخصائص دي بتكتسب ولا بيولد بها عن الكلمة المراضي بقى الفصل الرابع خاص بيه المرحلة التانية في مراحل دورة حياة المشروع اللي هي فكرة المشروع ودراسة جدويها اتكلمنا عن مراحل دورة حياة المشروع الصغير وقلنا ان هما ست مراحل اول مرحلة كانت التأكد من توفر خصائص رائد الاعمال اللي هي جدوى الريادة ودي خدناها في الفصل اللي فات اللي هو الفصل الثالث النهاردة هنتكلم عن المرحلة التانية اللي هي توليد ودراسة فكرة المشروع اللي هي جدوى الفكرة والبقية المراحل كان بعد كده في الفصل اللي بعد ونتكلم عن وضع خطة الاعمال بدء التأسيس والتجهيز والإدارة والتشغيل والمرحلة الأخيرة اللي هي التقييم والتطوير والأعمال الإلكترونية الفصل الرابع بيتكلمناه أول حاجة عن الفشل كأحد الطرق للوصول إلى فكرة ناجحة لا يعلم الكثيرين أنه من النادر الوصول لفكرة مبتكرة من أول مرة مش من أول مرة هقدر أوصل لفكرة جديدة وهو الأمر الذي يدفعهم لليأس من تحقيق النجاح مع أول تجربة فشل تمر بهم وبالتالي دلوقتي هنعرض بعض الخبرات الخاصة برواد الأعمال الناجحين الذين مروا بتجربة الفشل المتكرر مما دفعهم لتلخيص تجاربهم مع الفشل في أقوال مأسورة نذكر منها ما يليم دلوقتي هنتكلم عن بعض التجارب الخاصة برواد الأعمال الناجحين اللي هم فشلوا كذا مرة عشان يوصلوا لفكرة مبتكرة جديدة وناجحة عندي أول واحد ريتشارد برينسون مؤسس شركات الفيرجن البريطانية قال إن فرص الأعمال مثل الحافلات العامة إذا فاتتك أحدهما فدائما ستأتي أخرى هو شايف إن فرص الأعمال للفرص الناجحة زي الحافلات العامة إذا فاتتك إحداها فدائما ستأتي أخرى بعد كده توماس إيدسون العالم الشهير ومخترع المسباح الكهربائي الذي غير شكل الحياة يقول عن الفشل أنا لم أفشل لكنني اكتشفت فقط أن عشر تلاف طريقة لم تكن ناجحة يعني هو من فشل عشر تلاف مرة بس بيقول إن ده مش مجرد ده مش فشل مش بيسميه فشل إذا شايف إن ده عشر تلاف طريقة للوصول لفكرة ناجحة ومعظم الذين فشلوا في الحياة لم يدركوا كم كانوا قريبين جدا من النجاح عندما كانوا في كمة اليأس يبقى أنا ممكن أحول من أي فشل أنا عملته إن هو فكرة أو وصلت منه الفكرة ناجحة بعود أجرب كذا مرة بعود أجرب كذا مرة هفشل لحد ما وصل ليه نجاح وبالتالي ده ما كانش فشل ده ده حاجة عشان أوصل بيها للنجاح في عندي أسليب للتفكير الإبداعي فأنا عندي تنمية القدرة على توليد أفكار إبداعية في أسليب لها عندي ثلاث أسليب للتفكير الإبداعي أول أسلوب أسلوب عصف الزهن اللي هو برينستورمينج وأسلوب الكبعات الستة للتفكير وأسلوب كانفس هنتكلم عن كل أسلوب لوحده أول حاجة أسلوب العصف الزهني يعتمد هذا الأسلوب على عقد جلسة تضم عدد يتروح بين 6 ل 12 فرد لبحث مشكلة مام ثم يقوم بعرض جميع الأفكار المقترحة لحلها دون أدنى تفكير حول مدى سزاجتها أو جنونها أو غرابتها لأن الهدف في هذه المرحلة المبكرة هو تشجيع تدفق وإنسياب الأفكار فقط وتتقرر هذه العملية حتى يتوقف الأفراد واحدا تلو الآخر عن توليد الأفكار ثم تبدأ المرحلة الثانية بعد الحصول على أكبر قدر ممكن من الأفكار بالسعي نحو تصفيت هذه الأفكار من خلال تقييمها وتنقيتها للحصول على أفكار أكثر تطورا يعني هذا الأسلوب للتفكير الإبداعي بيعتمد على أن أنا عندي بحدد جلسة أو ميتنج بيتكون من 6 ل 12 فرد كل فرد فيهم بيبدأ يقترح أفراد دي طريقة علشان أولد بها أفكار مبدعة اللي هي طريقة العصف الزهني أنا بعمل زي ميتنج كده بكتمع مع 6 أو 12 فرد من 6 ل 12 فرد لبحث مشكلة ما أو لتوليد فكرة جديدة كل واحد فيهم بيقترح أفكار يعود يقترح أفكار يعود يقترح أفكار لحد ما نجمع أكبر كمية من الأفكار من كل فرد وبعد كده نصفي هذه الأفكار ونقيمها لحد ما نوصل للفكرة الجديدة اللي احنا هنطبقها أو هننفذها تاني أسلوب عندي للتفكير الإبداعي طريقة الكبعات الست للتفكير هي عبارة عن أن أنا بعمل أنا عندي ست كبعات هنتكلم عليهم دلوقتي بالتفصيل تقوم فكرة هذا الأسلوب على قيام أعضاء الفريق بارتداء ست كبعات بشكل متتابع أنا عندي ست كبعات بشكل متتابع إيه هما ست كبعات دي الأول نتكلم عليها وبعد كده نبدأ نشرح إيه هما عندي ست كبعات بشكلهم كده أول كبعة اللي هي كبعة السودة ديت ده الشخص اللي هيلبسها هيبقى بيفكر تفكير سلبي ناقد والكبعة الثانية لها الزرقة الشخص لما يلبس الكبعة الزرقة ديت هتبقى التفكير بتاعه في توجيه وتنظيم وتحكم في سائر الكبعات لما يلبس الكبعة البيضة هيبقى بيفكر تفكير محايد وهيهم الأرقام والحقائق لما يلبس الكبعة السفرة هتبقى عبارة عن بيفكر تفكير إيجابي ومتفائل الكبعة الخضرة خاصة بيه التفكير الإبداعي والإبتكاري واللي هو يبقى فيه تطوير وإيجاد بدائل أما الكبعة الحمرة فدي خاصة بالتفكير العاطفي وإزهار المشاعر والأحسيس يبقى أنا عندي ست كبعات الكبعة الخضرة زي ما قدنا هو متلونة بلون الأخضر ده تفكير إبتكاري خاص بالأفكار المميزة اللي ليس لها حدود الكبعة الحمرة اللي هي التفكير العاطفي الخاص بالمشاعر والإنتباعات بياخد من انتباعه عن كل شخص بشكل عاطفي أما الكبعة الثانية اللي هي خاصة بالتفكير العملي الشامل وربط الأفكار والدقة والبحث عن الحل الأمثل أما التفكير الرابع اللي هو التفكير المتفائل اللي هو الأصفر اللي هو خاص بالأحلام والإيجابيات والتعليقات البنائة أما الكبعة السودة اللي هو التفكير المتشائم الحذر والخطر والرفض والسلبية أما الكبعة البيضة بقى اللي هو التفكير المحايد اللي بيركز على الأحداث والأرقام والمعلومات الحيادية دون آراء شخصية أنا عدلت اللون بس كان اللي هو التفكير العملي دوت مش معمول باللون الأزرق الكبعة الزرق طيب احنا كده خدنا ست قبعات اللي هي خاص بالتفكير السلبي التفكير العاطفي التفكير الإبداعي التفكير المتفائل التفكير المتشائم التفكير المحايد طيب أنا عندي ست قبعات للتفكير الفكرة دي بقى بتقوم على إيه؟ إن تقوم فكرة هذا الأسلوب على قيام أعضاء الفريق بارتداء ست قبعات بشكل متتابع حيث تعبر كل قبعات عن أحد جوانب التفكير الستة اللي احنا قلناهم اللي هو الإبداعي المتشائم المتفائل العاطفي العملي والمحايد وبارتداء الشخص إحدى هذه الكبعات خلال المناقشة فهذا يعني إن على جميع أعضاء الفريق أن يقوموا بتناول هذا الجانب فقط من المقترح الذي يتم تقييمه دون إضاعة الوقت والجهد في تناول جوانب أخرى له وهو الأمر الذي يمكن من التركيز تركيز الفكر الجماعي نحو تناول جانب واحد فقط للمقترح خلال وقت زمني محدد لمناقشته ثم ترتدأ بقية الكبعات بعد ذلك بشكل تسلسلي ولمدة محددة أيضا لكل منها وتفيد هذه الطريقة في تناول الفكرة من كافة أبعادها والتركيز على منقشة جوانبها المختلفة مع تحديد البيانات والمعلومات الواجب استفاقها لاستكمال تقييم الفكرة في حال وجود أي فجوة في المعلومات وهو ما يرمز إليه عند ارتداء الكبع البيضاء يبقى إذن الفكرة دي بتقوم على إيه؟ إن أنا عندي ست كبعات للتفكير بيكون الفريق العمل أو التيم أثناء المناقشة بتاعتهم إن هم بيكل واحد فيهم بيلبس كبعة معينة من التفكير ويتكلم عن المشكلة أو الفكرة دي من وجهة النظر دي بس من وجهة نظر الكبعة دي بس ثم يكون واحد آخر بارتداء الكبعة تانية ويفكروا في المشكلة برضو في هذا الجانب ده بس في فترة زمنية محددة يعني مثلا لو مسكنا الجانب التفكير الابتكاري فإحنا نتكلم عن المشكلة من الجانب الابتكاري فقط إن أنا بوالد أفكار مميزة وليس لها حدود يعني لو مسكنا الكبعة السودة اللي هي التفكير المتشائم هبص للفكرة دي من الوجهة المتشائمة فقط ومن المخاطر المحيطة بيها والسلبيات اللي هتقابلها فأنا هبص للفكرة من هذه الوجهة دي بس ثم هلبس الكبعة للتفكير المتفائل وهبص للفكرة الجديدة دي من الشكل المتفائل الإيجابيات بتاعتها التعليقات البنائة الخاصة بالفكرة دي يبقى أنا هفضل ألبس كل كبعة وأقول بجية النظر الخاصة بالكبعة دي من حيث الشكل المتشائم الإيجابي المحايد هبص للفكرة من جميع الاتجاهات دي بحيث أن أنا في الآخر هوصل للفكرة أنا بخصص لها من جميع الجوانب وبالتالي لو هي ما تنفعش أنا مش هكمل فيها لو الفكرة كويسة هكمل فيها يبقى احنا كده تكلمنا عن أسلوبين للتفكير الإبداعي أول واحد اللي هو أسلوب العصف الزهني أن الفريق بيتكون من 6 أو 12 فرق كلهم بيعودوا مع بعض يقوموا بتوليد الأفكار كل واحد فيهم يقول فكرة معينة أو مجموعة الأفكار الخاصة بوجهة نظر يعني وبالتالي هنجمع أفكار كتيرة في الآخر نقوم بتصفيت هذه الأفكار تاني أسلوب عندي أسلوب الكبعات الستة أنه احنا قلنا عندي فيه 6 كبعات للتفكير ممكن شخص يفكر هو لابس الكبعة البيضة اللي هو التفكير المتفائل أو يفكره بشكل متشائم يلبس الكبعة الصودة فيبص للفكرة من وجهة نظر متشائمة وسلبية أو أنه يلبس كبعة ابتكارية فبالتالي يبص للفكرة من الناحية الإبداعية ويحاول يشوف أفكار مميزة أو أنه يبص لها من الناحية العاطفية هي بشكلها إيه؟ وهكذا أما الأسلوب الثالث اللي هو أسلوب نموذج كانفس يعد هذا الأسلوب أداء استراتيجية تستهدف تحويل الفكرة لنموذج للأعمال من خلال نموذج مبسط مكون من صفحة واحدة تضم تسع مكونات تطيح لرائد الأعمال أن يرى فكرته من وجهة نظر عين الطائر بمعنى أنه يمكنه رؤية جوانبها متكملة من بعيد بشكل أوضح وهو ما يظهر أشياء لا نستطيع أن نراها عن كله إيه المكونات اللي موجودة في النموذج ديت؟ يبقى أنا نموذج كانفس دوت بيبص للفكرة أو بيحولها لنموذج مبسط عبارة عن أن أنا بحول الفكرة بتاعتي في صفحة واحدة بتضم التسع مكونات لرائد الأعمال تطيح له أنه يبص للفكرة دي من وجهة نظر مختلفة إيه هم التسع مكونات اللي هتبقى موجودة في الصفحة اللي هي نموذج المبسط ده؟ أول حاجة الشريحة المستهدفة من العملة أنا مستهدف مين التارجد بتاعي أن أنا مستهدفه من العملة بتوعي تاني حاجة القيمة المقترح تقدمها أنا هقدم لهم إيه تالت حاجة قناة التوزيع هوصل لهم الفكرة دي ازاي أو المنتج ده ازاي رابع حاجة العلاقات مع العملة خمس حاجة الإرادات المتوقعة سادس حاجة الموارد الأساسية اللي أنا هقدر المحتاجها عشان أعمل الفكرة سابع حاجة الأنشطة الرئيسية إيه الخطة هتبقى عاملة إزاي عشان أنفذ الفكرة ديت تامن حاجة الشركاء الرئيسيون مين هيبشر الشركاء بتوعي؟ تسع حاجة هيكل التكاليف اللي أنا محتاجها يبقى أنا نموذج كانفس دوت يحولي أي فكرة لنموذج مبسط أو نموذج للأعمال مكون من صفحة واحدة بتضم تسع مكونات اللي احنا قلنا عليهم اللي هي الشريحة المستهدفة من العملة القيمة المقترحة تقدمها قناة التوزيع العلاقات مع العملة الإرادات المتوقعة والموارد الأساسية والأنشطة الرئيسية والشركاء الرئيسيين مين هم وهيكل التكاليف التسع مكونات دولت هيطيحوا لرائد الأعمال إن هو يبص للفكرة من وجهة نظر مختلفة يبص لها من جميع الجوانب بشكل متكامل بعد كده نتكلم عن مراجعة المجالات التي تساعد على اكتراح أفكار الأعمال الشكل ده بيوضح لي إيه هي مصادر اللي ممكن اعتمد عليها لتوليد أفكار جديدة أول حاجة استمرار مشروع العائلة أو اللي هي الميراث يعني أنا هورس فكرة معينة من العائلة بتاعتي تقليد منتج مستورد وجود حاجة غير مشبعة توجيهات من الجهات المساعدة توفر معرفة متخصصة تجزية من الباطن الاستفادة من الخبرة المكتسبة من عمل سابق اختراع أو ابتكار جديد تقليد فكرة قائمة ناجحة مكترحات الأهل والمعارف مجالات حديثة زي اتصالات معلومات حاسبات الهويات والأنشطة دي كلها مصادر ممكن اعتمد عليها لتوليد الأفكار عندي بعض الأمثلة للمعلومات اللي يعد توفرها فرصة تشجع على إنشاء مشروع صغير في عندي أفكار ممكن اعتمد عليها عشان أولد أفكار زي ايه؟ أول حاجة وجود طلب على منتجات محلية أو مستوردة لا يرقى المعروض منها حالياً في السوق لمستوى الكفاءة أو الجودة التي يرغب فيها العملاء يعني أنا عندي منتج موجود في السوق محلي أو مستورد ولكن مش بمستوى الكفاءة أو الجودة اللي العميل عاوزها وبالتالي دي كده أنا عندي حاجة أو فكرة جديدة أو فكرة ممكن أولد منها فكرة أعملها بشكل أكثر كفاءة أو جودة ويظهر هذا الطلب نتيجة سوق أداء المشروعات الموجودة مما يوجد حاجة في السوق لمنتجات متميزة وهو ما يعد فجوة نوعية في الطلب يبقى أنا عندي حاجة لمنتج زو كفاءة عالية أو مستوى كفاءة أو جودة معينة مش موجود في السوق يعني أنا عندي المنتج موجود بس مش بالكفاءة المطلوبة أو المستوى المطلوب من العميل وبالتالي دي هي حاجة لفكرة جديدة أو منتج جديد أعمله بشكل يبقى أكثر كفاءة تاني حاجة ممكن أولد منها الأفكار وجود حاجة غير مشبعة يعني مفيش منتج معين في حاجة يعني في حاجة غير مشبعة مش موجود منتج لها وجود حاجة غير مشبعة دون وجود منتجات تشباحة في الأسواق أو أن المعروض منها قليل وهو ما يعد فجوة كمية في الطلب يبقى أنا عندي فجوة نوعية في نوع المنتج في الجودة بتاعته وفيه فجوة كمية في الكمية المعروضة من المنتج أو أنه مش موجود أصلا يعني فيه حاجة غير مشبعة عند العميل وبالتالي محتاج منتج يشباحها اتجاه ثلاث حاجة اتجاه أعداد السكان في منطقة ما للزيادة مما يعني اتساع أسوق نتيجة زيادة الرغبات والحاجات ويحدث ذلك غالبا في المناطق الجديدة ودي برضو فجوة كمية يعني زيادة عدد السكان في منطقة معينة وبالتالي هتزداد الرغبات والحاجات بتاعتهم ودي تعتبر ايه فكرة جديدة برضو أن أنا أعمل عليها مشروع رابع حاجة توافر طلبات من مشروع كبير لإنتاج أحد الأصناف المغزية لها توافر طلبات من مشروعات كبيرة لإنتاج أحد الأصناف المغزية لها خمس حاجة الاستفادة من بنوك الأعمال بنوك الأفكار التي تطرحها بعض الجهات أو مراكز البحوث بيبقى في مراكز البحوث أو بعض الجهات زي بنك المعرفة أو بنك الأفكار بيولد لي أفكار جديدة يبقى أنا في عندي ممكن أولد أفكار من أننا عندي مثلا منتج موجود حالي سواء بقى محلي أو مستورد معروض في السوق ولكنه مش بنفس مستوى الكفاءة اللي العميل محتاجها وبالتالي دي حاجة غير مشبعة عند العميل وبالتالي أنا ممكن أشباحها بإن أنا أعمل منتج يبقى على مستوى كفاءة كويسة اللي العميل محتاجها أو تاني حاجة وجود حاجة غير مشبعة دون وجود منتجات تشباحها يعني في حاجة غير مشبعة للعميل وما فيش منتج يقابل هذه الحاجة أو زيادة عدد السكان في منطقة معينة وبالتالي زيادة احتياجاتهم ورغباتهم اللي ممكن اعتمد عليها في المناطق الجديدة أو ان انا اخد توفر طلبات من مشروعات كبيرة في مشروعات كبيرة عندها برضو حاجات غير مشبعة او عندها طلبات اقدر اخدها وانفزها او الاستفادة من بنوك الافكار التي تطرحها بعض الجهات او مراكز البحوث دي كلها مصادر متنوعة لتوليد الافكار الجديدة للمشروعات الصغيرة يبقى اذا الفصل ده بيتكلمنا عن جدوى الفكرة انا بولد افكار طيب انا بقى اعملت افكار جديدة بسواء بقى بسلوب العصف الزهني او اسلوب الكبعات الستة او اسلوب كانفس ثلاث اسلوب ده اعملوني توليد الافكار بقى عندي افكار جديدة فبقى اعمل لها تصفية لحد ما وصلت ان انا عندي فكرة هعمل لها دراسة جدوى عشان اشوف هل هي هكمل فيها ولا هرفضها الدراسات التي تعد من اجل التحقق من ان المشروع المقترح يحقق الاغراض والاهداف التي انشئ من اجلها حتى يمكن البدء في وضع خطة الاعمال الخاصة به وفي حال ثبوت جدوى الفكرة فان البيانات التي تحتوي عليها دراسة الجدوى تفيد في امرين اول هما تسهيل عملية اعادات خطة الاعمال والثاني استفاق احد المطالب الرئيسية لحصول على مساعدات من الجهات المعاونة للمشروعات الصغيرة ترجمة نانسي قنقر يبقى اذا قلنا دراسة الجدوى للفكرة بانا اعملت تصفية للافكار اللي عندي اعملت توليد افكار طلعت الافكار كتيرة مبتكرة من مصادر توليد الافكار اللي احنا قلنا عليها دراسة الجدوى دي يعني باخد الفكرة بقى لانا اعملت لا تصفية دي وخدت الفكرة دي ان انا عايز انفذها بعملها اول حاجة دراسة جدوى يعني ايه دراسة جدوى؟ هي الدراسة اللي بتعد من اجل التحقق من ان المشروع المقترح يحقق الاغراض والاهداف التي يقنشئ من اجلها وبالتالي يمكن البدء في وضع خطة الاعمال الخاصة به في حال بقى ثبوت جدوى الفكرة ديت انها كويسة فان البيانات التي تحتوي عليها دراسة الجدوى تفيد في امرين لما اعمل دراسة الجدوى دي هتفيدني في حقتين ان انا اعمل اعداد لخطة الاعمال بقى وازاي هنفذها اعمل خطة للمشروع دوت تاني حاجة استفاء احد المطالب الرئيسية للحصول على مساعدات من الجهات المعاونة يبقى انا بعمل دراسة جدوى للمشروع ليه؟ لان اول حاجة هتفيدني ان انا هعمل خطة للاعمال همشي عليها تاني حاجة هتفيدني ان انا عشان اخد اي مساعدات من الجهات الحكومية لو هاخد كارد لو هاخد اي حاجة خاصة بالجهات المعاونة هحتاج ورقة تفيد بان المشروع دوت زوج جدوى يبقى دي من ضمن المطالب اللي هيحتاجوها في الجهات المعاونة للمشروعات الصغيرة ديت ان انا لازم ابقى عاملة دراسة جدوى للمشروع يقول لي ان هي زوج جدوى وتتضمن دراسة جدوى الفكرة المقترحة دراسة للبيئة الخارجية المحيطة بكافة ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية والقانونية والتنافسية وغيرها يبقى انا جدوى للفكرة دي المقترحة تتطلب ان انا ادرس البيئة الخارجية للمشروع من الناحية الاقتصادية من الناحية الاجتماعية من الناحية السياسية والتكنولوجية وقانونية ومن الناحية التنفسية فعلى سبيل المثال كيف يحدد المستثمر الصغير معدل العائد المناسب له دون التعرف على اسعار الفايدة ومعدلات العائد المحققة في المشروعات الشبيهة والمنافسة او دون معرفة القوانين المنظمة لهذه المعدلات وكيف نحدد مدى وجود جدوى تسويئية للمشروع دون دراسة العرض والطلب لتحديد الفجوة بينهما لذا يتطلب اجراء هذه الدراسة توفير اكبر كام ممكن من المعلومات عن البيئة التي ستنفس فيها الفكرة عن البيئة التي ستنفس فيها الفكرة حتى يمكن تحديد مدى جدويها بدرجة اكثر دقة واقعية يبقى انا من ضمن الحاجات اللي هعملها عشان ادرس الفكرة ديت او دراسة مدى جدوى هذه الفكرة ان انا بدرس البيئة الخارجية المحيطة بالمشروع دوت من ناحية الاقتصادية من ناحية الاجتماعية من ناحية السياسية وبالتالي انا لو هعمل كمستثمر هنفذ مشروع صغير محتاج ان انا اعرف معدل العائد المناسب للمشروع دوت وبالتالي انا محتاج عشان اعرف معدل العائد دوت اعرف ايه اسعار الفايدة ومعدلات العائد المحققة في المشروعات الشبيهة ايه هي اسعار الفايدة عندي واسعار العائد اللي هيطلع لي لازم اشوف المشروعات الشبيهة او المنافسة للمشروع دوت وكمان لازم اعرف ايه هي القوانين المنظمة لهذه المعدلات وكمان لازم اعمل دراسة تسويقية لنعرف ايه العرض والطلب للمشروع دوت او للمنتج دوت كمية العرض الموجودة في السوق والطلب العلي قد إيه ومدى الفجوة بينهم والتالي أنا لازم أعمل دراسة للبيئة الخارجية المحيطة للمشروع دوت عشان أعرف هل هتنفع الفكرة دي ولا لأ يبقى أنا بدرس الفكرة دات من جميع الجوانب وبادرسها كمان إيه البيئة الخارجية المحيطة بيها الشكل ده عندي بيوضح لي إيه المراحل اللي بعملها أثناء دراسة الجدوى أول حاجة بيعندي أفكار للمشروعات الصغيرة بداء للاستثمار في بداء لعندي كتير للاستثمار إن المستثمر يخش وياخد بديل منهم ويستثمر فيه دي بنسميها بداء للاستثمار أفكار الكتير اللي احنا عملنا لها توليد بعمل لها إعداد دراسة جدوى مبدئية الدراسة الجدوى المبدئية دي بتقول لي هل المشروع له لو المشروع ده وقتليه جدوى مبدئية لو نعم هكمل هعمل دراسة جدوى بيئية للمشروع لبيئية الخارجية لو المشروع ده له جدوى مبدئية قلنا نعم هنكمل لأ هنرجع تاني لمرحلة الأفكار للمشروعات الكتير دي واختار بديل آخر يبقى من الأول كده هاختار بديل بديل للاستثمار أو فكرة جديدة للمشروع هعملها دراسة جدوى مبدئية لو في جدوى للمشروع هكمل لو ما فيش جدوى للمشروع دوت هكنسله واروح ااخد فكرة جديدة طيب لو المشروع دوت اللي احنا خدناه ليه جدوى مبدئية هده اعمل ايه هخش على دراسة الجدوى البيئية للمشروع هل المشروع مقبول من الناحية البيئية لو المشروع مقبول من الناحية البيئية نعم يبقى هعمل دراسة الجدوى الاقتصادية انا عندي انواع كتير لدراسات الجدوى طيب لو لأ مش مقبول من الناحية البيئية هرجع تاني اكنسلها واجيب فكرة جديدة واعملها من الاول خالص طيب لو المشروع مقبول من الناحية البيئية هعمل دراسة بعد كده دراسة الجدوى الاقتصادية انا هعمل تأدير لحجم الطلب على المشروع دوت الدراسة التسويقية دراسة الجدوى الفنية دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية هل المشروع بعكي أسأل نفسي سؤال هل المشروع له جدوى اقتصادية؟ لو نعم هعمل إعداد لخطة الأعمال وهنفذها إزاي؟ لو لأ هكنسل المشروع وهرجع تاني أخد فكرة جديدة يبقى أنا بمشي في مراحل أعود أسأل نفسي سؤال هل المشروع دوت لي جدوى؟ لو نعم هكمل لأ هرجع أخد أكنسلها وأخد فكرة جديدة يبقى أول حاجة بشوف بعمل دراسة جدوى مبدئية هل دراسة الجدوى المبدئية ديت زوجدوى؟ لو نعم هكمل يبقى أعمل تاني حاجة دراسة الجدوى البيئية هل دراسة الجدوى المبدئية ديت زوجدوى؟ أو المشروع مقبول من الناحية البيئية؟ لو نعم هكمل معامل دراسة الجدوى الاقتصادية هل المشروع دوت له جدوى اقتصادية؟ لو نعم يبقى إزا هقبل الفكرة ديت وهبدأ أعمل إعداد خطة الأعمال اللي هي المرحلة اللي بعد كده لو بقى أي مرحلة من المراحل دي تقابلتني أن المشروع ليس له زوجة جدوى ولا مبدئية ولا اقتصادية ولا بيئية يبقى هكانسل الفكرة دي وهاختار فكرة جديدة نستخص من الشكل اللي فات دوت وجود نوعين من الدراسات الجدوى عندي دراسة جدوى مبدئية وعندي دراسة الجدوى النهائية إيه دراسة الجدوى المبدئية دي تهدف للتخيص بالقرار أولي بكبول أو رفض الفكرة قبل بذل مجهود كبير في الدراسة يبقى أنا من البداية كده هرفضها يا هقبل الفكرة تماما يا هقبلها وهكمل في دراسة الجدوى النهائية من الدراسات الأخرى أو هرفضها من البداية بتشمل إيه دراسة الجدوى المبدئية دي تشمل تشتمل على دراسات أولية عن حجم الطلب والإنتاج المتوقعين الاستثمارات اللازمة الأهداف التي يتم على أساسها الكبول المبدئي والموافقة على استكمال دراسة الجدوى النهائية بعد كده هعمل دراسة الجدوى النهائية لتفصيلية بنسميها دراسة تفصيلية تسويقية أو مالية انتاجية وفنية وقانونية للفكرة التي أثبت جدوىها مبدئيا يبقى أنا بعمل أول حاجة دراسة الجدوى المبدئية هل الفكرة بشكل مبدئي مقبولة ولا مرفوضة لو مقبولة هبدأ أعمل دراسة الجدوى النهائية أن أنا بعمل دراسة تفصيلية تسويقية بعمل دراسة مالية دراسة انتاجية بعمل دراسة فنية وقانونية للفكرة التي أثبت جدوىها مبدئيا بتجتمل على إيه دراسة الجدوى النهائية ديت أن أنا بعمل تقييم لربحية المشروع باستخدام معايير متعددة زي معدل العادة على الاستثمار معيار فترة الاسترداد معيار العائد المحقق أو التكلفة يبقى أنا أي فكرة عندي بتمر بمرحلتين لدراسة الجدوى دراسة جدوى مبدئية ودراسة الجدوى النهائية دراسة الجدوى المبدئية ديته بتهدف لاتخيص قرار أولي بكبول أو رفض الفكرة وبتجتمل على أن أنا بدرس حجم الطلب والإنتاج المتوقعين الاستثمارات اللازمة الأهداف التي يتم على أساسها الكبول المبدئي والموافقة على استكمال دراسة الجدوى النهائية المرحلة الثانية هي دراسة الجدوى النهائية بعمل دراسة تفصيلية تسويقية فنية إنتاجية قانونية للفكرة التي أثبت جدوىها مبدئيا بقيم فيها ربحية المشروع باستخدام عدة معايير زي معيار معادل العادة للإستثمار معيار فترة الاسترداد معيار العائد المحقق والتكلفة ويتطلب إتمام دراسات الجدوى القيام بعملية التنبؤ والتحليل المالي التي قد يعتمد أو يعتقد البعض في صعوبتها لكنها في الواقع ليست بهذا القدر من الصعوبة لأن التخطيط الجيد المبني على توقعات أو تقديرات مدروسة حول الأموال اللازمة وبنود استخدامها سيمكن من حساب مدى ربحية المشروع يبقى أنا لازم أعمل عملية التنبؤ والتحليل المالي دي لدراسة الجدوى من ضمن المراحل يعني بعد كده لازم أعمل تحليل نقطة التعيدل اللي هي أداة هامة لترشيد العديد من القرارات في كافة مراحل إدارة المشروع ويستخدمه العديد من رواد الأعمال كأداة أولية لاختبار فكرة المشروع حيث لا يبدأون في إتمام كتابة خطة الأعمال ما لم تظهر تقديرات الإرادات المتاقعة تفوقها بفارق ملحوظ عن تكاليف إنشاء المشروع وهو ما يعني تخطي نقطة التعيدل يبقى أنا لازم أعمل حكتين برضو من ضمن دراسة الجدوى لأن أعمل عملية التنبؤ والتحليل المالي واعمل نقطة التعيدل تحليل نقطة التعيدل اللي إحنا نشرحها دلوقتي تحليل نقطة التعيدل اللي أنا بحقق ولا ربح ولا خسارة يبقى الإرادات بتساوي التكاليف أنا بوصل عند مرحلة في المنحنة بتاعي إن اللي أنا صرفته والتكاليف بتساوي الإرادات بتاعتي ولا في ربح ولا في خسارة لو إراداتي زادت عن التكاليف بتاعتي بنا كده عندي ربح لو الإرادات أقل من التكاليف بنا عندي خسارة مرحلة تحليل التعيدل ديت بتبقى في النص إن الإرادات بتساوي التكاليف يقوم التحليل على فكرة استخدام تقديرات الإرادات والمصرفات لتحديد مدى قدرة المشروع على تحقيق أموال كافية لتغذية تكاليفه كحد أدنى يمكن قبوله في الفترة الأولية من المشروع يبقى أن التحليل ده بيقوم على فكرة استخدام تقديرات الإرادات والمصرفات لتحديد مدى قدرة المشروع على تحقيق أموال كافية لتغذية تكاليفه كحد أدنى يمكن قبوله في الفترة الأولى من المشروع بمعنى آخر كم من الإرادات يلزم تحقيقها لتغذية مصاريف المشروع قبل البدء في تحقيق أرباح منهم يبقى أنا التحليل ده بيعرفني إيه الإرادات اللي أنا ممكن أحققها من المشروع بشكل مبدئي بس علشان تغطي تكاليفه مش عشان أحقق أرباح مما يعني أن تخطي نقطة التعادل يدل على أن هذا المشروع يحقق إرادات مبيعات أكثر من الحجم المطلوب المطلوب الوصول إليه لتغذية تكاليفه وهو ما يشير إلى أنه أمامه فرصة لتحقيق أموال يبقى أنا ببدأ بشوف من خلال تحليل ده هل المشروع ده الإرادات بتاعته بتغطي تكاليفه بأنه بس بيغطي التكاليف بتاعته ولا بيزيد عنها بأيذن أنا بعمل تحليل للتعادل أو لنقطة التعادل عشان أشوف هالي المشروع ده وبيحقق لي إرادات بتفوق نقطة التعادل وبالتالي هو كده هيحقق لي ربح في المستقبل ولا هو بس بيغطي لي التكاليف بتاعته يحتاج تطبيق هذا التحليل إلى القيام ببحث جاد يتضمن تحليل السوق تحديد حجم المبيعات والمصروفات المتوقعة بناء على توفير البيانات التالية يبقى أنا بعمل تحليل السوق وحدد فيه حجم المبيعات والمصروفات من خلال البيانات المتاحة دير بعمل بوفر بيانات عن التكاليف السبتة وأحيانا يطلق عليها الأوفرهيد أو الفيكسد كوستيز وتضمن بنودة لا تختلف كثيرا من شهر لآخر زي الإيجار التأمين المرافق العام ومن المفضل إضافة نسبة 10% زيادة لتغضية المصروفات المتنوعة التي لا يمكن التنبؤ بها يبقى أنا بعمل تحليل السوق بحدد حجم المبيعات والمصروفات المتوقعة إيه المصروفات المتوقعة بتعطي بناء على أن أنا بوفر البيانات التالي أول حاجة بعمل بوفر البيانات الخاصة به تكاليف السبتة اللي أنا هتفحها للمشروع اللي هي تختلف اللي هي تكاليف سبتة دي لا تختلف من شهر للتاني تكاليف سبتة كل شهر أتفحها بزود عليها نسبة 10% لتكاليف متنوعة أو مصروفات متنوعة ممكن تحصل في النص لازم كمان أوفر بيانات عن إرادات المبيعات اللي هي تمثل إجمال القيمة المحققة القيمة المحققة من نشاط المبيعات شهريا أو سنويا يبقى الإرادة بتاعي اللي جالي من بيع المنتجات بتاعتي دي اللي هتجالي بقى شهريا أو سنويا ولا يبد أن يعتمد التأدير على الحجم الفعلي المتوقع تحقيقه وليس الحجم الذي يرغب رائد الأعمال فيه تحقيقه للوصول للأرباح حتى تصبح نتائج تحليل التعايد الأقصر وقعية ويمكن الاعتماد عليها أنا بوفر بيانات عن حاجتين إيه هي التكاليف السبت اللي أنا هنفقها وإيه هي إرادات المبيعات اللي هي متوقع أنها تجيلي متوقع فعليا وليس الرائد العامل هو عيز يوصل لإيه متوسط الربح الإجمالي لكل عملية بيع تلت حاجة محتاجة نوفرها بيانات عن متوسط الربح الإجمالي لكل عملية بيع وهو عبارة عن المبلغ المتبقي من كل عملية بيع بعد تخطيط تكاليفها المباشرة اللي هي التكاليف التي تطفع لتوفير السلح أو الخدمات فلو افترضنا أن سيدة بتحييك ملابس أن هي يعني خياطة تتوقع بيعها بمبلغ 500 جنيه بتتوقع بيع الملابس دات ب500 جنيه وتحتاج مبلغ 300 جنيه لتوفير الإحتاجات اللازمة لحياكتها فهذا يعني أن متوسط الربح الإجمالي لهذه العملية هو 200 جنيه يبقى أنا لازم أحدد متوسط الربح الإجمالي اللي هو عبارة عن المبلغ المتبقي من كل عملية بيع بعد تخطيط تكاليفها المباشرة يعني المنتج دوت أنا كلفني 300 جنيه ولما بعته جاب لي 500 جنيه بقى إذا متوسط الربح الإجمالي بتاعه هو 200 جنيه اللي هو الفرق دوت الفرق بعد ما قطيت تكاليف المباشرة للمنتج دوت كمان لازم أوفر معلومات عن متوسط نسبة الربح الإجمالي وتحسب هذه النسبة بالقسمة متوسط الربح الإجمالي على متوسط سعر البيع متوسط الربح الإجمالي اللي احنا قلنا فهو الجبناء على متوسط سعر البيع فلو افترضنا في المثال السابق أن متوسط الربح الإجمالي لهذه السيادة كان 200 جنيه على الملابس التي قامت ببيحها بـ 500 جنيه فإن متوسط نسبة الربح الإجمالي لها سيكون 40% أنه أسع من 200 على الـ 500 يبقى نسبة الربح الإجمالي دات بقسم متوسط الربح الإجمالي على سعر البيع ونتيجة لتوفر هذه الأرقام سيكون من السهل حساب نقطة التعادل والاستفادة من مدلولها في التخييص قرار بالاستمرار في القيام بالخطوات التالية من الدراسة من عدمه يبقى عشان أحدد إرادات المبيعات المطلوبة إيه الإرادات اللي أنا مطلوب تحقيقها عشان نوصل لنقطة التعادل دي هتساوي إيه التكاليف السابتة اللي هي تقديرية كل ده تقديري أنا ما عنديش حاجة فعلية على متوسط نسبة الربح الإجمالي لو افترضنا في المثال السابق أن التكاليف السابتة الشهرية التي تتحملها هذه السيدة علشان اللي هي الخياطة يعني علشان تعمل قطعة معينة من الملابس كانت قيمتها 3000 جنيه التكاليف السابتة 3000 جنيه معنى هذا أنها تحتاج لتحقيق مبيعات شهرية قدرها اللي هنقسم يعني المبيعات الشهرية اللي هي عشان نحقق عندها نقطة التعادل يعني هنقسم التكاليف السابتة على متوسط نسبة الربح الإجمالي اللي احنا حددينها من شوية كتا 40% يبقى هنقسم 3000 اللي هي التكاليف السابتة بتاعتها على 40% هيدينا دي الإرادات اللي لو حققتها هتبقى عندها الإرادات بتساوي المصروفات يبقى إذن احنا نجيب المثال من الأول بقى من أوله خالص أول حاجة قلنا مشروع بتاعي مشروع خياطة أو سيدة هتعمل مشروع لحياة الملابس يعني لها الخياطة محتاجة تعمل الملابس دي هتكلفها 300 جنيه وانا في الأول كده وجبت لها الملابس دي 500 جنيه فالفرق بينهم كان 200 جنيه فده قلنا انه هو متوسط الربح الإجمالي طيب عايزين نجيب نسبة الربح الإجمالي قلنا هنقسم اللي هو المتين جنيه ديت اللي هي متوسط الربح الإجمالي اللي احنا وصلنا له دوت هنقسمها على اللي هو المبلغ اللي باعت بالإرادات يبقى هنقسم متوسط الربح الإجمالي على متوسط سعر البيع عشان نجيب نسبة الربح الإجمالي فقسمنا 200 على ال 500 جنيه اللي هي متوسط السعر البيع يدانا 40% نسبة الربح الإجمالي طب عايزين نحسب بقى نقطة التعادل اللي إرادات اللي أنا حققتها عند نقطة التعادل اللي هي عندها بقى الإرادات بتساوي التكاليف طيب هجيب نقطة التعادل إزاي أو الإرادات اللي أنا عندها بحق نقطة التعادل هقسم التكاليف استبتة التقديرات كل بقى التكاليف اللي هي حققتها على متوسط نسبة الربح الإجمالي التكاليف اللي هي حققتها قال لنهما 3000 جنيه هقسمهم على نسبة الربح الإجمالي اللي هي 40% هديني 7500 الـ 7500 دي تعني إن أنا عند هذه النقطة الإرادات بتساوي التكاليف لتغطي تكاليفها السبتة وتكاليف الإنتاج المباشرة علما بأنها عندما تحقق هذا الحجم من المبيعات لن تجني أي أرباح أو حتى تقطعطي مرتبا لنفسها لذا يجب أن تحقق السيدة مبيعات أعلى من هذا الرقم حتى يكون المشروع مربح بالنسبة لها يبقى أنا بحتاج إن أنا أعمل تحليل نقطة التعادل عشان حدد النقطة اللي عندها لو المشروع دوت هيحقق لي فلوس أو عائد أو إرادات أكتر من النقطة ديت اللي هي 7500 في المثال عندي يبقى إذن المشروع دوت مربح بالنسبة لي لكن لو هيحقق نقطة التعادل ديت أنا كده مش كذبات فبالتالي المشروع مش مربح لو حقق أقل يبقى أنا كده خسرون لو حقق أقل من 7500 ديت يبقى أنا المشروع دوت خسرون هيحقق لي الإرادات أقل من التكاليف بتاعتي يبقى إحنا عشان طبعا ما فيش بورد فهنتخيل مع بعضينا إن أنا عندي زي منحانة XY وعندي في النص كده نقطة التعادل اللي هي عندي عمود كده في النص بيقولي إن أنا عند النقطة ديت اللي هي نقطة التعادل الإرادات بتساوي التكاليف قبل النقطة ديت التكاليف بتبقى أكتر بعد النقطة ديت الإرادات أكتر وبالتالي حقق أقرب يبقى أنا عندي فاصل كده في النص اللي هو نقطة التعادل اللي هو عندها الإرادات بتساوي التكاليف أقل من النقطة ديت لو مثلا 7500 هي النقطة تتعادل لو المشروح أقلي 7000 بس يبقى كده التكاليف أكتر من الإرادات حقق لي 5000 يبقى برضو تكاليف أكتر من إراداته لو حقق لي 8000 يبقى إذن هو كده بدأ يبقى فيه ربح اللي هو الفرق بين 7500 وال8000 اللي هو 500 جنيه ده الإرادة اللي هو أو الربح مش الإرادة بقى الربح بتاعي هيبقى 500 جنيه يبقى أنا لو المشروع عندي بحتاج أن أنا أعمل تحليل للتعادل ليه عشان أوصل للنقطة اللي بعدها أقول إن المشروع كده حقق لي الربح بالتالي المشروع ده تمربح طيب ماذا لو ماذا لو كانت نقطة التعادل أعلى من تقديرات تقديراتك المتوقعة للإرادات يعني أنا متوقع مثلاً المشروع يحقق لي 7000 ولكن لقينا أن نقطة التعادل بتحقق 7500 هده لابد من التخييص القرار باللعب مع الأرقام وتغيير بعض جوانب التحليل للوصول لنقطة تعادل قابلة للتحقيق الفعلي بنا لازم بقى كده في حاجة غلط لازم أعدل من الأرقام معي أعدل من أغير بعض الجوانب التحليل عشان أوصل لنقطة تعادل قابلة للتحقيق الفعلي بكده في حاجة غلطة يعني أنا إزاي أنا أمقدر بتكاليف بتاعتي وإرادات أمقدرها برقم معين ويطلع لي رقم أكبر من المتوقع لازم أغير من الأرقام بتاعتي عشان أوصل لنقطة تعادل أقدر أحققها بعض المقترحات لمواجهة هذه الحالة لحالة النقطة التعادل عندي غير اللي أنا متوقعها والتي تنبثك من تخفيض التكاليف أو زيادة الإرادات أبحث عن مصادر توريد أقل سعر أقل سعرا كن بالعمل بنفسك حتى توفر قيمة الأجور وفر تكلفة الإيجار عن طريق العمل في المنزل ارفع أسعار منتجتك وقد يتطلب ذلك التوجه لشريحة سوقية أعلى يبقى أنا أعمل إيه لو لقيت نقطة التعادل بتاعتي اللي أنا طلعتهم أكبر من تأديراتي أول حاجة أبحث عن مصادر توريد أقل سعرا كن بالعمل بنفسك حتى توفر في كمية الأجور وفر تكلفة الإيجار عن طريق العمل في المنزل ارفع أسعار منتجتك وقد يتطلب ذلك التوجه لشريحة سوقية أعلى يبقى أنا أشوف أنا محتاج أعمل أزود في الإرادات بتاعتي ولا أقل في التكاليف عشان أثبت نقطة التعادل ديت طيب عملنا بقى ماذا لو تاني لو عملنا أن إحنا غيرنا في الأرقام المتاح معينا وغيرنا في الأرقام يعني ومشينا على المقترحات اللي إحنا لسه قيلينها ديت وبرضو لقيت أن نقطة التعادل ما زالت رقما بعيد المنال يعني صعب تحقيقه هنا يجب تقبل حقيقة ضرورة التخلي عن هذه الفكرة قبل استثمار أموالك أو أموال غيرك في فكرة لم تمكنك من تحقيق أهدافك الربحية يبقى أنا عندي عرفت إزاي أحدد نقطة التعادل اللي بعرف من خلالها المشروع دوت مربح ولا لأ طيب ماذا لو لقينا أن إحنا نقطة التعادل ديت أعلى من تقديراتك المتوقعة للإرادات أن أنا متوقع هيجي لي إرادات أقل من نقطة التعادل ديت طيب أعمل إيه كده المشروع بنسبالي حاجة وهمية هنا قدامي حاجة يعني أنا أغير في الأرقام اللي عندي وحاول أغير في بعض الجوانب التحليل عشان أوصل لنقطة التعادل لإما زود في الإرادات أقلل في التكلفة على الألعب في الأرقام لحد ما وصل لنقطة التعادل أقدر أطبقها أو تبقى أمشي مع توقعاتي يعني المشروع بعمل بعض المقترحات أن أنا أبحث مثلا عن مصدر توريد أقل سعر عشان أقل للتكلفة أعمل أنا بنفسي عشان أقل للأجور أوفر تكلفة الإيجار أرفع أسعار المنتجات بس في الحالات دي هاتطر أروح لشريحة سوقية أعلى عملت المقترحات ديت ولزا ستل نقطة التعادل برضو عالية عالية عن توقعاتي للمشروع بالتالبة في الحالة ديت لازم أن أنا أتخلى عن الفكرة ديت وماكملش فيها وارفضهم بإذن أنا عندي لحد الوقت إحنا كده الفصل خلص أخذنا الفصل الثالث كان بيتكلم عن أول مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع اللي هي جدوى الريادة النهاردة تكلمنا عن جدوى الفكرة الفكرة نفسها تكلمنا عن جدوى الريادة اللي هي عن رائد الأعمال نفسه هل هو يعني قدير أو عنده الخصائص اللي تؤهله أنه هو يقوم المشروع دوت ويبتكر فكرة جديدة وأنه لازم يبقى عنده رغبة والقدرة على ابتكار الأفكار الجديدة وأنه هو ينفذها ويتحمل خسيرها ويتحمل أعقابها ويبقى عنده مخاطرة عنده مخاطرة أنه هو ياخد يعمل رسك أنه هو ينفذ فكرة جديدة ويبقى عنده حدث أنه هو المخاطرة يعني والمغامرة النهاردة تكلمنا عن مدى جدوى الفكرة نفسها اللي هي الرائد العمال عمال لا توليد فمدى جدوى الفكرة ديت هل هي بعملها دراسة جدوى مبدئية ودراسة نهائية هل هي الفرصة دي بنسميها فرصة أو الفكرة ديت مدى جدوى تكلمنا عن دراسة جدوى المبدئية لو في جدوى للمشروع مبدئية بعمل دراسة جدوى النهائية لو ما فيش جدوى مبدئية برفض الفكرة لكن لو في جدوى مبدئية بعمل دراسة جدوى النهائية دراسة جدوى النهائية ديت لو ما فيهاش جدوى لا توجد جدوى لدراسة الجدوى النهائية ديت برفض الفكرة برضو لو في جدوى من الدراسة النهائية بعمل المشروع وعمله خطة الأعمال يبقى أنا عندي جدوى الرياضة برضو هل هو متوفر فيه الخصائص والدوافع اللي هي تؤهله تؤهله إن هو يولد أفكار جديدة وبالتالي المخصلة عندي إيجابية لو ما عندوش الخصائص اللي تؤهله إن هو يعمل توليد الأفكار مبداعة وعنده معوقات لأن هو يولد فكرة جديدة وبالتالي دي محصلة سلبية هنرفض الفكرة من أولها يعني ولا يفضل اتخاذ القرار بإنشاء المشروعي أنا عندي أي فكرة لازم يبقى لها جدوى الرياضية من ناحية رؤية الأعمال اللي هيكون بيه بتنفذها وجدوى للفكرة الجدوى للفكرة دي بتمر بمرحلتين جدوى مبدئية وجدوى نهائية الجدوى المبدئية دي تلاه وهي زو جدوى مبدئية هكمل فيها مش زو جدوى مبدئية هرفض الفكرة من البداية لو زو جدوى مبدئية هبدأ أخش عن مرحلة تانية اللي هي دراسة الجدوى النهائية كلمنا عنها بالتفصيل أن احنا بنعمل كذا دراسة زي دراسة البيئية دراسة تسويقية دراسة اقتصادية وهكذا هل الفكرة دي زو دراسة نهائية نعم هكمل فيها لا هرفض الفكرة لو رفضنا الفكرة دي محصلة سلبية لا يفضل اتخاذ قرار بإنشاء المشروع أنا هرفضها لا وهكمل في الفكرة دي محصلة إيجابية إن اتخاذ قرار بالانتقال لخطوة إعداد خطة الأعمال هي دي القالية اللي بنمشي بيها عشان أتخذ قرار بتنفيذ فكرة المشروع الصغير هنخش دلوقتي على أسئلة خاصة بالفصل الرابع برضو أسئلة خاصة بالفصل الرابع باقي برضو هنضع علامة صحة وغلط لأن احنا بيجرنا بابل شيت صحة وغلط واختيارات السؤال الأول أسلوب العصف الزهني مبني على قيام أعضاء الفريق بارتداء ست كبعات بشكل متتابع حيث تعبر كل كبعات عن أحد جوانب التفكير الستة اللي عبارة طبعا غلط ليه لأن ده أسلوب اسمه الكبعات الستة أسلوب الكبعات الستة للتفكير أو احنا هنقوله غلط لأن ده مش أسلوب العصف الزهني هو أسلوب الكبعات الستة يعني لأن أسلوب العصف الزهني احنا قلنا أنه هو بيبقى عبارة عن بيجتمعه من 6 إلى 12 الفار بيقومه بيه توريد للأفكار كل واحد يقول الأفكار اللي هو شايفها من وجهة نظره نجمع مجموعة أفكار وفي الآخر نعمل لها تصفية وتنقية أما أسلوب الكبعات الستة للتفكير أنا نعلي 6 كبعات للتفكير بيقوم كل فرد في المناقشة أو الميتنج اللي أنا عامله بلبس كبعة معينة ويفكر من وجهة النظر الخاصة بالكبعة دي ويتجنب التفكير في الأبعاد الأخرى للكبعات الثانية وهكذا كل واحد يلبس كبعة ويتكلم عن الفكرة من وجهة نظر هذه الكبعة ويكتبوا الأفكار الخاصة بيها وأنا كده ببص للفكرة من جميع الجوانب السؤال الثاني عندي وفقاً لأسلوب الكبعات الستة للتفكير بتمثل الكبعة الحمراء التفكير المتشام وانا بالتالي أنا لازم أبقى أعرف لكل كبعة بلونها بتدل على إيه هل الكبعة الحمراء بتدل على التفكير المتشام؟ أكيد لا لأن التفكير المتشام من اسمه هو هتبقى كبعة صودة يعني ولا عبارة غلط ودهوة الكبعة الصودة هلية بتمثل التفكير المتشام بينما الكبعة الحمراءně بتمثل التفكير العاطفية يعني ههي أحمر يبقى عاطفي على طول بأن تفكروا كده أن عندي تفكير الأسود هو التفكير المتشام الكبعة اللي هيا الكبعة الصودة كبعة البيضة تفكير متفائل تفكير أحمر بقى دوت عاطفية جاية بقى من عاطفة والأحاسيس وكده سؤال الثالث عندي تعبر نقطة التعادل عن الحالة التي تزداد فيها تكاليف المشروع عن إراداته احنا ودنا كده لا طبعا اللي جابه غلط نقطة التعادل عندها بيبقى الإرادات بتساوي التكاليف اللي أنا صرفته هو بيساوي اللي جالي أنا ما خسرتش ولا كسبت حاجة يبقى العبارة غلط نقطة التعادل هي كم من الإرادات يلزم تحقيقها لتغطية مصاريف المشروع قبل البدء في تحقيق أرباح منهم لبقى نقطة التعادل أنا بحق إرادات بتغطيل التكاليف قبل ما أبدأ حق أي أرباح سؤال الرابع عندي إذا تساوت الإرادات المتوقعة للمشروع مع تكاليف المشروع يتم رفض المشروع مباشرة إذا تساوت الإرادات المتوقعة للمشروع مع تكاليف المشروع يتم رفض المشروع مباشرة اللي هي وانا غلط طبعا لأن ده معناه أن أنا محتاجة أن أنا أبحث على مصادر توريد أقل سعر يعني ده السؤال معناه إذا تساوت الإرادات المتوقعة للمشروع مع تكاليف المشروع بيتم رفض المشروع مباشرة اللي عبارة غلط بابدأ أبحث فيه أفكار تانية أبحث عن مصادر توريد أقل سعر أبحث عن أوفر في كمهة الأجور أوفر في تكلفة الإيجار أرفع أسعار المنتجات وأخش على شريحة جديدة بحيث أو أقدر حق أرباح يعني السؤال الخامس إذا كانت المنفقات اللازمة للإنتاج تساوي 700 جنيه للمصرفات الإرادات المتوقعة للإنتاج بتساوي 800 جنيه وكانت التكاليف السبتة للإنتاج 4000 جنيه فإن نقطة التعدل هي كذا بالتالي أنا هنا محتاج أن أحسب نقطة التعدل أول حاجة محتاجة أعملها أحسب متوسطة الربح الإجمالي اللي هي عمرها عن بأسم الإرادات المتوقعة على لا سوري بطرح الإرادات المتوقعة من النفقات اللازمية بطرح الإرادات من التكاليف أو من المصرفات دي هيدينا 100 جنيه الفرق بين الإرادة اللي جالي اللي هو 800 جنيه واللي أنا أنفقته 700 جنيه الفرق بينهم 100 جنيه اللي هو متوسطة الربح الإجمالي محتاجة تانية حاجة أحسب نسبة متوسط الربح الإجمالي إن أنا بأسم إذا أجيب النسبة بأسم المال اللي طلعت ديت على التمنمال اللي هو متوسط سعر البيع أو اللي هو الإرادات يعني بأسم المال اللي هو متوسط الربح الإجمالي على الإرادات المتوقعة إدانية 12.5% بعد كده أقدر أحسب نقطة التعادل لتكاليف السبت اللي هو مدهاني في المعطف في السؤال على متوسط نسبة الربح اللي أنا حسبته يبقى هأسم الـ 4000 اللي هي موجودة في السؤال على النسبة اللي أنا حسبتها 12.5% هيديني 32 ألف يبقى إذن العبارة صحيحة السؤال السادس إذا كانت توفرة الجدوى الرئيادية مع الدوافع يكون النتيجة إعداد خطة الأعمال طبعا العبارة صحيحة إذن إحنا قلنا لازم رؤيد الأعمال يتوفر فيه الرغبة والدافع عنده دوافع وعنده الرغبة وقدرة على تنفيذ المشروع السؤال السادس نتيجة دراسة الجدوى المبدئية إذا كانت إيجابية يتم الدخول في المشروع اليابارة غرط لا لازم أعمل دراسة الجدوى نهائية لسه ما ينفعش أعتمد على دراسة الجدوى المبدئية في الاعتمد على المشروع هل هقبله أو أرفض لازم أعمل دراسة الجدوى نهائية أو تفصيلية السؤال الثامن نتيجة مراجعة المجالات التي يمكن أن تطرح أفكار قد تكون تقليد منتج مستورد نتيجة مراجعة المجالات التي يمكن أن تطرح أفكار قد تكون تقليد منتج مستورد العبارة صحيحة نحن أخذنا كذا مصدر لتوليد الأفكار العبارة التسعة نموذج كانفس أتاء أدال استراتيجية تستهدف تحويل الفكرة لنموذج للأعمال من خلال نموذج مبسط مكون من صفحة واحدة تضم تسع مكونات طبعا العبارة صحيحة ايه هم التسع مكونات دولت اللي هي الشريحة المستهدفة من العملة القيمة المقترح تقدمها قناة التوزيع العلاقات مع العملاء الإرادات المتوقعة الموارد الأساسية الأنشطة الرئيسية الشركاء الرئيسيون هيكل التكاليف وهكذا كده خلصنا الأسئلة كمان مع بعض يبقى أنا هنا في الفصل دوت اللي هو الفصل الرابع تكلمنا عن تاني مرحلة من مراحل تاني مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع اللي هي الفكرة نفسها او جدوى الفكرة الفصل اللي فات تكلمنا عن جدوى رائد الأعمال او جدوى الريادة هنا هنتكلم الفصل الرابع تكلمنا عن فكرة المشروع وازاي أعملها توليد اللي هي مدى جدوى فكرة المشروع مدى دراسة الجدوى المبدئية وتكلمنا عنها ولازم نعمل دراسة جدوى تفصيلية وتكلمنا عن بعض النمازج اللي فشلوا عشان يحققوا نجاح واتكلمنا عن ثلاثة أساليب الخاصة بتوليد الأفكار واللي يازم نبقى عارفين بالتفكير الإبداع يعني لازم نبقى عارفينه متفرق بينهم عشان بيجو فأسلاة صح وغلط او اختيارات زي أسلوب العصف الزهني وأسلوب الكبعات للتفكير وأسلوب الكبعات الستة وأسلوب كانفس أسلوب العصف الزهني يقولون أن هم عبارة عن بيتكون من عقد جلسة تضم من 6 إلى 12 فرد بيقوموا بترحف مشكلة معانة أو عايزين نجمع عليها أفكار يبدأ كل واحد يقترح فكرة معانة أو مجموعة أفكار لحد ما يجمعوا مجموعة أفكار يقوموا به بعد كده بأن هم يصفوا الأفكار ديت ويقيموها عشان نخش على مرحلة بعدها أما أسلوب الكبعات المستة قلنا أن هم ست كبعات كل كبعة لها لون لازم نبعارفين الكبعة ديت لونها إيه واسمها إيه قلنا الكبعة السودة اللي هي اسمها التفكير المتشائم الكبعة البيضة اللي هو التفكير المحايد الكبعة السفرة معاليش إحنا نغبطنا السودة التفكير المتشائم البيضة تفكير محايد يعني بيضة ولا كده ولا كده الأصفر هو التفكير المتفائم الأخضر التفكير الإبداعي الأخمر التفكير العاطفي الأبيض التفكير المحايد والأزرق التفكير العملي واحد عملي بيتكلم بالأرقام واحد زي الواحد بيساوي كم والحل الأمثل إيه هو تكلمنا عن أسلوب كانفس اللي هو بيحول لي أي فكرة لنموذج للأعمال من خلال نموذج مبسط إنه يعرضه لي في صفحة كده واحدة بيتضم تسعى مكونات قلناهم اللي هي الشريحة المستهدفة من العملة القيمة المقترحة تقدمها قناة التوزيع العلاقات مع العملة إرادات المتوقعة المورد الأساسية الأنشطة الرئيسية الشركاء الرئيسيين وهيكل التكاليف وقلنا على مجموعة من المصادر اللي ممكن نعمل منها توليد للأفكار لازم أبقى أعرفها علشان بيجيلي في صح وغرض هل الطريقة دي تعتبر وسيلة لتوليد الأفكار زي الاستفادة من الخبرة المكتسبة من عمل سابق اختراع أو ابتكار شيء جديد تقليد فكرة قائمة ناجحة مقترحات الأهل والمعارف مجالات حديثة الهوات والأنشطة موجود حاجة غير مشبعة كلمنا برضو عن برضو من ضمن المصادر ديت إن أنا يبقى عندي طلب على منتجات محلية موجودة في عندي موجود الطلب دوت بس وموجودة في السوق المنتج بتاعتها بس مش بالمستوى الكفاءة أو الجودة اللي العميل محتاجها أو في حاجة غير مشبعة ومفيش منتج ليها بالتالي دي تعتبر فكرة منتج جديد أو زيادة عدد السكان في منطقة معينة مما يعني تساعد سوق نتيجة زيادة الرغبات ودي برضو لازم أخش بي في المنطقة الجديدة ديت يعني الفكرة مش شرطة تبقى منتج معين ممكن يبقى عندي منطقة جديدة أخش فيها أعمل مشروع ممكن مشروع بالنسبة للمنطقة دي بقى جديد وهكذا بدأنا عملنا للفكرة ديت بعد ما عملنا توليد الأفكار وعرفنا أساليب التفكير الإبداعي وازي أولدها دخلنا على مرحلة دراسة الجدوى للفكرة وقلنا دراسة الجدوى دي إن أنا بتحقق من إن المشروع المقترح دوت بيوفي بالأغراض اللي هو معمول من أجلها وبالتالي أقدر أعمله خطة الأعمال اللي أنا أخدها في الفصل الخامس في حال ثبوت جدوى الفكرة ديت بيبقى عندي حاجتين أو باستفاد منها من حاجتين إن أنا بعمل إعداد خطة الأعمال أو إن أنا بحتاجها إن أنا بقدر أخد مساعدات من الجهات المعونة لأنهما بيشترطوا إن يبقى معاك ورقة بتثبت مدى جدوى المشروع بتاعك كمان لازم أعمل الفكرة ديت من ضمن الحاجات إن أنا أعمل دراسة للبيئة الخارجية بتاعت المشروع ديت المكيطة لي سواء بقى البيئة الاقتصادية السياسية اجتماعية قانونية تكنولوجية كمان دي قلنا المراحل اللي بقوم بيها عشان أعمل أي مشروع بقى أول حاجة دراسة أختار فكرة عاملها دراسة الجدوى المبدئية هواسأل نفسي سؤال هالدراسة الجدوى المبدئية ديت زوجدوى لو نعم هكمل هعمل إعداد دراسة جدوى بيئية للمشروع هل المشروع مقبول من الناحية البيئية لو نعم هعمل دراسة الجدوى الاقتصادية لو نعم المشروع له جدوى اقتصادية هعمل إعداد خطة الأعمال لو المراحل دي كلها لأ يبقى أنا هكانسل الفكرة ديت هرفضها وأبدأ أخد فكرة جديدة وأمشي بنفس الخطوات أنا عندي مشروع لازم أعمل مرحلتين ما يفعش أعتمد بس على دراسة الجدوى المبدئية لازم أعتمد كمان على دراسة الجدوى النهائية دراسة الجدوى المبدئية أنا بجرد أن أنا بقول قرار أولي أو مبدئي بكبول أو رفض الفكرة وبعد كده أخش أدراسة الجدوى النهائية بعمل بقى دراسة تسويقية تفصيلية وإنتاجية وفنية وقانونية للفكرة عشان أعرف مدى جدوها كمان لازم أعرف زي ما عملنا تحليل البيئة أو يعني عرفنا البيئة الخارجية المحيطة للمشروع لازم كمان أعمل تحليل أو أعمل تنبؤ وتحليل مالي للفكرة ديت كمان لازم أعمل تحليل لنقطة التعهيد اللي هي بتعرفني برضو أنا هكامل في المشروع ولا لا نقطة التعهيد والقلنا إن هي بتبقى هي اللي عندها الإرادات بدو ساوي التكاليف قبل النقطة ديت بيبقى التكاليف أكتر من الإرادات وبالتالي بحقق خسائر لو بعد نقطة ديت إبقى أنا بحديدها عشان أعرف أنا لو المشروع دي حقق لي أكتر من نقطة التعهيد يبقى إذن المشروع ده مربح وإراداته أكبر من تكاليفه محتاج عشان أعرف لازم عشان أحسب نقطة التعادل دي محتاج أعرف إيه هي التكاليف السابتة بتاعتي إيه هي الإرادات اللي حيحققها المشروع متوسطة الربح الإجمالي نسبة الربح الإجمالي عشان أقدر أحدد إيه هي نقطة التعادل اللي هي بتساوي التكاليف السابتة التقديرية على متوسطة نسبة الربح الإجمالي فأنا محتاج أعرف إزاي بتتحسب لو عندي نقطة التعادل دي أتأعلى من تقديراتك المتوقعة للإرادات فأنا لازم أخذ يعني أغير في الأرقام بتاعتي عشان أوصل لنقطة التعادل قابلة للتحقيق الفعلي ودي مكتراحات لأن أنا أغير إزاي في الأفكار بتاعتي وهكذا وبكده أخذنا أسئلة على الفصل الرابع وبكده نكون انتهينا من الفصل الرابع وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفصل الخامس الخاص بي المرحلة التالتة لمراحل دورة إعادات المشروع اللي هي خاصة بي وضع خطة الأعمال أشوفكم على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته